أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها خلال اتصال الانهاتفين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جيوزيب بوريل أكد الطرفان على الحرس المشارك لتنفيذ مصاري ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الترحيب في هذا السياق بالزخم والنجاح الذي حققه مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي والذي عقد في مصر خلال شهر يونيو الماضي باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة والذي نقل رسالة واضحة للكطاع الخاص الأوروبي بأهمية مصر كمقصد هام للاستثمارات الأوروبية هذا ونقش الاتصال أيضا التطورات الخاصة بأزمة غزة والتطلع لمواصلة العمل سويا من أجل وقف الحرب الدائرة في القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيش سكان قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر